سلام الله عليكم متابعين قناة مصر الآن قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد رسالة إلى الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وحبي سخر فيها من موقفها من حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر مخاطباً لمطربة اللبنانية بمناسبة عيد ميلاه ديها الثلاثة واربعين الذي وفق عشر مارس مبروك هيفاء وحبي كل عام وأنت بخير أنت معروفة بدعمك لحزب الله بس طبعاً لنصر الله ما في جبلاء هدية في عيد ميلادك وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي بعد خطاب نصر الله الأخير شو رأيك أنت تتبرعي له يا هيفاء ومنذ العام 2013 نشرت وسائل الإعلام عدة أنباء قالت فيها إن هيفاء وحبي تزوكت من الأمين العام لحزب الله عندما كانت مراهقة لكنها نفت قطعياً هذه التقارير واصف إياها بالشائعات فيما أشرت إلى إنها تعتبر تعتبر نصر الله شخصاً محترماً وحكيماً وقالت المطربة اللبنانية إن نصر الله شخص خفق له قلبها عندما رأته لكن ليس كحبيب أو زوج ومؤخراً دعا نصر الله في خطاب ألقاه الجمعة الماضية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس هيئة دعم المقاومة إلى التبرع بالمال صالح وقال خلال الحفل بدأنا معركة مكافحة الفساد عبر فتح ملفين وهناك ملفات أخرى مقبلة تجيب العمل لتجميب توجه لبنان نحو الإفلاس والإنهار المالي والاقتصادي وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية